الحمد لله رب العالمين وبه نستعين تجديد الدين انطلق حين نزلت الآية وَمَا مُحَمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَقَدْ قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا الرَّسُولُ أَفَإِنْ مَاتَ أُقُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِهِ فَلِنْ يَضْرَى وَسَيْجِزِ اللَّهُ الشَّاكَرِينَ وهذه الآية نزلت عند إشاعتي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتله وموحد وهذه الآية نص في أن هذا الدين مستمر كما كان وأن تعامل المؤمنين مع الله عز وجل لا ينقطع حتى يدى الله الأرض ومن عليها وبعد هذه الآية جاءت مجموعة من الأحاديث لا تزال طائفة من المسي ظاهرين على الحق لا يذورهم من خللهم ومن خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك والحديث في الصحيحين وكذلك حديث أمة على رأس كل أمة سنة من يشتت لها أمر دينها إذن مجموعة من الأحاديث التي دلت على أن هذا الدين مستمر وأنه كمل لكن كما له لا ينفي تجدده إذن التجديد المطلوب هو أن ندرك أن هذا الدين قد كملت نصوصه بالتالي لا مزيد فيها لكن هذه النصوص وضع الله عز وجل من حكيم خبير أحكمت آياته إذن ما فصلت فالتفصيل لاحق على الإحكام فقد وضعت هذه النصوص بحيث تدل على ما يليق بالمؤمن فرداً وجماعةً وأمةً إلى أن يريدها الله الأرض ومن عليها إذن مما يجب علينا أن نؤمن به شرعاً ومما يجب أن نعمل به تكليفاً أن نسعى إلى تجديد هذا الدين وإلى أن نتدين ونتعبد الله عز وجل في فجاش الأرض الزمانية والمكانية فدين الله عز وجل لم يتغير إذن مهما تغير الإنسان وما تطور عقله وما تغير لونه ومهما تغيرت لغته إذن فدين الله عز وجل يسعه ويخاطبه إذن هذا المنطلق الإيماني والقدري والتكليفي يشعلنا نؤمن بأن ديننا مناسب وأنه لا يزال غضاً طرياً كما أنزل إلى اليوم وبالتالي يسعنا في مهما تعقدت حياتي في كل زمان ومكان نعم